كل بلات جروب سيستم فاصيلة جديدة الفاصيلة دي مهمة جدا فيها ان المادة الخام بتاعتها الجين المسؤولة عنها موجود على الكروموزوم اكس فتبقى سيكس لينكت سيكس لينكت بعد كده اتكونية المادة الخام هنلاقي فيه جينات اخرى على الكروموزوم سيفن المسؤولة عن انتاج الكل انتجنز طب الكل انتجنز دي عبارة عن انتجرال بروتينز يعني بروتينز دخلة في الاربسيز من برين والوايب بلوت سيلز والاثر تشو لها اهمية عشان كده فيه مهم او المرتبط بالفاصيلة دي اسمه مكليويد سندروب مكليويد معناها ان مافيش الجينات بتاعت الايه اللي هي المادة الخام اللي هتنتج الكل فبالتالي المرض ده سيكس لينكت وبالتالي بيحصل اكتر في الميل عن الفيميل نو اكس كيل سابستانس على الاربسيز وي بلوت سيلز والاثر تشو بالتالي المرض ده هيبقى موجود في اب نورمال اربسيز اكانثوسيز شايفين الاربسيز عملا زي شكلها بروزات اللي فيها دي دي ممكن تؤدي الى هيموليتك انيميا الاربسيزز تتكسر ولكن الاربسيزز بيعود تطلع ريتيكلو سايدز ريتيكلو سايدوز زي ما قلنا قبل كده نتيجة كده ده يبقى يبقى كمبنسيتد هيموليتك انيميا طيب قلنا الكل ده جزء برضو من الواي بلوت سيلز يبقى الواي بلوت سيلز هتتقصر هتبقى ضعيفة في المناعة مش هتقدر تقاوم الميكروبات تتجمع حوالين الميكروب وتعمل حبيبات كبيرة جرانيولومة يبقى الشخص ده هتلاقي عنده في الجند بتاعه حبيبات كبيرة ضخمة لهاي جرانيولومة عشان كده ومزمن كرونيك يبقى كرونيك جرانيولوميتس دي سيس كمان بيأثر على العضلات تلاقي العضلات فيها ضعفا في العضلات تدريك ضعف في عضلات ميكروبات ده مرض مشهور مرتبط زي ما اتفاقنا بالفاصيلة بتاعتنا اللي هي كل